السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير ومهنيين وصحتكم لا بس اليوم راح نشارك معكم حلوة جافة اقتصادية قطع لنا 40 حبة نحضرها بمقادير جدا بسيطة سهلة في التحذير توجدوها في 10 دقائق فقط هذا ما كان وتوالم بالزافقة والصباح واللقاء والعصر منطول شعلكم على بركة الله نبدو في الوصفاتنا اذا كما راكم تشوفوا اول خطوة بديت بها طلعت براس قهوة اروما نحتاج القهوة في الوصفاتنا ولازم تكون باردة راح نستعمل قهوة اروما كما نقولكم دايما بنينة وتقيلة وريحة بزاف هاي لا تفحفح البعيد ونحتاج 125 قرام مارغارين لازم تكون طارية بدرجة حرارة المطبخ نزيدو لها كاس من السكر العادي ورشة ملح وملعقة كبيرة لفاني هنا نبدو نخلط مليح مليح هكذا بارد طريقة مارغارين مع السكر في هاد المرحلة ماشي لازم نخلطو حتي ذوب السكر وانما راح نخلطو حتي ولينا الخالط لونو بيض خطش في هاد المرحلة السكر ما يذوبش راح نزيدو كاس تاز زيت قياس الكاس المستعمل في هاد الوصفة 220 ملي نزيدو زوج حبات بيض ونزيد تقريبا ثلاثة ملاعق كبيرة قاوت اروما ونبدو نخلط في هاد المرحلة راح نخلطو مليح مليح يعني راح نخلطو جيدا حتي يولينا القوام كريمة باش تنجحوا في الوصفة بتاعكم لازم تخلطو مليح هكذا كي مراكم تشوفو حتي تحصلوا على هاد القوام وصفة بزاف سهلة نجحة مية بالمية تبعو مليح مليح الخطوات وتقدرو تستعملو الخلاط الكهربائي كي مراكم تشوفو راح نزيدو زوج ملاعق كبيرة مملوئة جيدا تنجح وكيز خميرة الحلويات يعني خميرة كيميائية ما يعادل 10 جرام ونخلط مكوينة مع بعضهم بعض الطريقة كي ما قلت لكم تقدرو تستعملو الخلاط الكهربائي ولا تخلطو بالخلاط اليدوي وهنا في الاخير راح نزيد 4 كيسان ونصف كاس تاع الفارينة اللي كنت غربلتها بالنسبة لهذا العجينة ممكن تاخذ لكم 4 كيسان الى 5 كيسان تاع الفارينة يعني على حسب نوعية الفارينة اللي تخدمو بها خدش كينا نوعية تشرب ونوعية ما تشربش هنا نبدأ نجمع في العجينة تانا كي ما شفتوا الفارينة نزيدوها بالتريج بالدفوعة حتى نجمعوا العجينة ونتحصلوا على العجينة طارية لازم تديروها بزاف طارية ما تديروها شناشفة نجيبو الصينية التعناء اللي راح نطيبو فيها كي ما شفتوا فرشوا لها ورقة طهي ونبدأ نشكل الحلوة التعناء بهذا الطريقة كي ما راكم تشوفوا طريقة التشكيل بزاف سهلة وما تخافوش قاع العجينة تعكم في هاذ المرحلة كي ما قلت لكم وصفة بزاف سهلة وناجحة 100% من اول تجربة هكذا كي ما راكم تشوفوا ونكمل كامل كمية بنفس الطريقة كي ما قلت لكم انا قلت معكم 40 حباب وفي هاذ اللحظات الفورن تاي سخونس خنتو مسبقا اللي حلوة راح نطيبها في 180 درجة الصينية نحطها في الوسط الفورن نشعلوه من الاسفل وبعد ما تطيب لي تتحمر لي ملتح تنزيد نشعلها من الفوق ونحمرها انا بعد ما كملت سني والولا راح ندخلها مباشرة للفورن ونطيبوها هاليكم الحلوة تاعنا بعد ما طيبتها وهذه هي الكمية اللي طيبتها معاكم كي ما قلت لكم 40 حباب وشوفوا لي الحلوة تاعنا بعد ما طابت كيفاش حمرتها من تحت من الفوق جات بزاف هاليها وشوفوا الشكل تاحها مايتخسرش في الفورن وهنا عندنا تقريبا 150 جرام شوكولة ذوبتها في حمام مائي وبعد ما ذوبتها نزيد لها ملعقة كبيرة كاكاو دايما نقول لكم في السخانة لازم نديروا الكاكاو مع الشوكولة بش تمدلنا نتيجة بزاف هيلة والشوكولة تاعنا ما تذوبش ونزيدوا ملعقة كبيرة تاعزيت نخلطهم جيدا ونبدأ نزين في الحلوة تاعنا بهذه الطريقة راح نكمل كامل كمية بنفس الطريقة ونشوفوا الحلوة تاعنا في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله اذا هذا هو الشكل النهائي للحلوة اللي حضرتها معكم اليوم حضرنا حلوة جافة اقتصادية سالة في التحضير توجدوها في 10 دقائق فقط مكوناتها اقتصادية وجدا بسيطة ووصفة ناجحة 100% من اول تجربة كما راكم تشوفوا هنا راح نقسمها معكم الحلوة تاعنا جادة ذوب ذوابا وكما قلت لكم تقطع لنا ربعين حبة هذا الوصفة اي مبتدئات تبع الخطوات وتقيد بالمقادير راح تحضرها وتنجح معها من اول تجربة اذا كانت هذه وصفتنا لناها اليوم اتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها واللي راح يجربوها نقول لهم بالصحة ولنا في الاخير نقول لكم وذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ما سلاما